بسم الله الرحمن الرحيم مع حضراتكم يهاب سعيد حجازي مدير جهاز تنمية المشروعات بالمنوفية المكتب الاقليمي محافظة بالمنوفية النهاردة انا عايز اقول لحضراتكم فكرة عن جهاز تنمية المشروعات جهاز تنمية المشروعات هو جهاز دولة معني بالاساس بتنمية تطوير قطاع المشروعات الصغيرة وقطاع المشروعات الصغيرة ده اي دولة عايزة تنهب باقتصادها لازم تتوجه إلى المشروعات الصغيرة لأن أهمية هذا القطاع أنه هو بيعمل على توفير فرص العمل وفرص العمل فيه ما تبقاش مكلفة ومش شرط أنها تبقى مدربة الحاجة التانية أنه هو بيقل ورداته وبيزود الصادرات وبالتالي بيدعم الاقتصاد القومي للدولة جاء ستمية المشروعات في سبيله أنه حق الهدف بتاعه بيتعاون مع كافة شركاء التنمية الموجودين على مستوى المحافظات أنا بيتعاون مع كل المدريات وكل مراكز المدن والجامعة وكل من يتسنى له أنه نحن بندعم قطاع المشروعات الصغيرة أنا بروح وبتوجه له عشان نتعاون مع بعض أنه نقدم كل الخدمات لشبابنا وأهلينا جاء ستمية المشروعات في سبيله ويحقق هدفه أنا بحقق الهدف من خلال تقديم مجموعة من الخدمات مالية وغير مالية المالية بالنسبة لي من خلال 3 خطوط تمويل الجهاز وفارهم عشان يتعاون مع كل الفئات الموجودة داخل المحافظات الخط الأولاني أنه أنا بتعامل مع الجهات الوسيطة من خلال البنوك بيتم التعاقد مع البنوك أنه أنا بمول أو بوفر التمويل اللازم للبنوك أنه يقرض بالشروط بتاعت الجهاز وهي شروط موسرة جدا عشان تساعد الشباب وليه البنوك لأنه أنا مش هقدر أوصل لكل الفئة المستهدفة على مستوى محافظة المنوفية إلا من خلال حد له فروع كتيرة جدا زي فروع البنك مثلا بنك التنمية والإتمان الزراعي ده واصل لأبعد مكان أو أبعد نقطة موجودة في محافظة المنوفية فأنا محتاج أنه نوصل للشريحة دي كمان أدي لها خدماتي وساعدهم على قدر المستطاع بالنسبة للمتاح بالنسبة لي الخط الثاني من التمويل أنا عندي خط مواشر داخل المكتب الإقليمي أنا بساعد الناس وبساعد كل المترددين على الجهاز أنا بتعاون معهم إنه احنا بنقعد نتناقش معهم وبننزل نعمل زيارة للمكان بحيث أن أنا بعمل فجوة التمويلية الاحتياج والفعلي للتمويل بحيث أن أنا بديله كافة التمويل المتاح التمويلات المتاحة عندي بتبقى من 10 تلاف جنيه لغاية 10 مليون جنيه لمشروعات الطاقة المتجددة الثالث أو الخط الثالث في التمويل هو دعم القطاع الأهلي إن أنا بتعامل مع جمهات الأهلية إن أنا بمويلها بتوصل لشريحة هي محتاجة تمويل الجهاز وأنا محتاج إن أنا دعمها بكل المتوافر ليا من إمكانيات إن أنا دعمهم وأفهم على رجليهم الخدمات الغير مالية بالنسبة للجهاز المكملة للخدمات المالية أول حاجة فيها خالص إن أنا عندي وحدة تقديم خدمات وحدة تقديم الخدمات دي المعنية بتحويل القطاع الغير رسمي للقطاع رسمي من خلال إن أنا بساعد المترددين على المكتب وكل المشروعات الصغيرة الموجودة على مستوى المحافظة إن أنا بطلع لهم الورق الرسمي سواء كانت سجل تجاري بطاعة دربية رخصة ليه برضو عشان الحكاية دي بس الفهمة للشباب يعني لإن ما فيش أي حد تحت بير السلم غير رسمي حياخد خدمات من الدولة أنا محتاج إن حضرتك تظهر قدام الدولة لإن أنا هقول لحضرك كمان فترة كده هشرح القانون بتاع المائة اتنين وخمسين في مزايا قد إيه ده مش هتاخده إلا إذا كنت في القطاع الرسمي القطاع الرسمي بيحميك وبيحمي الدولة معاك ومحتاج إن إحنا نطلع القطاع الرسمي اللي نقطع كبير جدا هو اقتصاد موازي للدولة إحنا محتاجين ندعا باقتصادنا الرسمي هتاخد كل الامتيازات الموجودة في القانون وهيبع عليك بعض الواجبات هتقضيها بطبيعة الحال بس هيكل لها مزايا كاملة في القانون هتبقى مساعدة لحضرتك إن إحنا ننمي ونطور قطاع المشروعات الصغيرة في محافظة المنوفية الحاجة التانية بالنسبة للخدمات الغير مالية أنا عندي خدمات ريادة الأعمال وريادة الأعمال ده موضوع كبير شوية بيتم فيه إن أنا بتعامل معفقات مختلفة من الشباب أو من أنماط المترددة على المكتب الإقليم اللي هي إن بيجي لي واحد مثلا ما عندوش أي فكرة مشروع أنا عندي دراسات منمطة أو نمطية تم تنفيذها قبل كده باعد أتناقش معاه واشوف إذا كان عنده فكرة ولا لأ محتاج إن أنا تديله فكرة إذا رسينا على فكرة حدخله تدريب اسمه إبدأ مشروعك لمدة خمس أيام إزاي يدير المشروع وفي نهاية الخمس أيام بيبقى فيه خطة عمل بينزل يملاها من خلال الواقع العملي بنرجع نرسى على فكرة سوا وده بيطمين عليه جدا لأنه بينزل ويتعب معايا فبلم خطة العمل بتبقى قبل التنفيذ بكمل معاه الإجراءات بتاعته سواء كان تمويل المشروع أو المستنادات الرسمية لو جالي واحد ما عندوش أي فكرة خالص عندنا تدريب بسيط اسمه ولد فكرة مشروعك لو ما عندوش أي فكرة تماما بنقعد نعمل عصف زهني لمدة 48 ساعة مع بعض مع بعض المتخصصين بنخرج بفكرة بتبقى ميال له شوية سواء كان المنطقة اللي عايش فيها سواء كان المؤهل بتاعه الدراسي سواء كانت إمكانياته الشخصية بتروح لغاية عنده بطورها شوية بأننا بدخله تدريب شوية مكسف شوية ممكن يبقى تدريب فني وممكن يبقى تدريب إداري بحيث أننا أوصل معاه الفكرة تماما بتساعده أنه يحط رجله في المشروعات الصغيرة أو في القطاع العمل الحر عشان حضراتك عارفين طبعا أن الموضوع بتاع التعيينات والكلام ده الموضوع ده قال كتير فبالتالي اللي هيدعم الدولة حضرتك والقاعدة اللي موجودة دلوقتي أو القاعدة في البيت هي مش هتحل مش هتوفر فرصة عمل مش هتوفر رزق إحنا محتاجينك وبنقول لك أن الدولة عملت الجهاز عشان تقدم لك كل المساعدات سواء كان تدريب سواء كان ورق سواء كان تمويل أنا موجود بكل خدماتي عشان أقول لحضرتك أن نحن مساعدين لك في كل الخدمات